أرواحد السلام عليكم ما غديش نتعطل وندخل في القصة نيشان غير هو حتى أنتو ما بتعطلوش عليا بالاشتراك والإعجاب والبرتاج وما تنسوش شي تعليق زوين بحالكم سافي 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 قبل المعيال أنا هندخل في القصة نيشان لابسة بيجاما بكلونها لاصق عليها خير ربي مدفق وكيت رعرع كتأمر وتناهي هدي للا خديجة تليفون فليت خدا ما بي اللي شافة وسمعها يحلف عليها باللي مسيرة شريقة وما كتحكش الراس وفاتنا اختي تلقيت دك خلاص وحكي ليركاني راني وقف عليهم جوبتها كوني هان يا للا خديجة نخلي الدك يتشعل خديجة نزل تليفون حتى توفو دن ندوزع النمرة واحد السيدة كتتعامل معاها ويتقول انا غنشوف هانتي عندك تنسي لي بتواليد يتجاوب تاني اه لو حبي لقيتيني هاذا تليفون انا عايت ليك خديجة تلقيتها بتحكة ام انا غمق هي هي ياك بعضا عارش كنتي باغضة اياني بعضا قولي نسمع الاخرة غير اللي وصيتيني علي راهواجد خديجة اخذت لو ذاكلاتها وجغمت من اياتي ويتقول لي اه وكتعجبيني اختيب كلمتك دك الشي عليش كنت معي طاليك يلا حلي معايا ودنيك وسمعيني مزيان غال الفيديا دك الشي وقدي انا غنصيفت منه ورا الشي فور يجيبه قلت لي الخرا اه ما قلتيش لي يا بعضا مالك ضربتيني ايش عندك يكمل عزايا خديجة خديجة دقاتي في الطبلة فمك لحسوك المجراب او اديش نقول لك غافاتي حابنتي بجايين شي ناس طالبين وراغبين وبيسي لي الرجلين باش نزوجها لولدهو جاوبتها الاخرة ايوه على اسلام تكيخ تشي غير ملينوات وقبلات شكون بعدها دك خينا اللي كتعرفيه تقدات في القصة للا خديجة ودير قدامها مخدق ليها اديها عليها ومال الزرقة تعبوها بغات المعرفة اللي جبت ليها وبتتعيطاها الزعيط البلدي يك اخر واحد جاها كيزو كل بطوات الكبار يختي منه البحر قلت ليها قبل يبين شبعوا يحوت بيد قلت لي يتزوجيه انتي اه يتجوب الخرا ايوه وهذا اختي الجاهة بغاتو يقمشي مقرد خديجة قلت ليها وعلت حجبانا شوية ووصلوا السقف لا 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 تاها داخت منتو زينة وتفرقوا على القلب العديان قلت ليها الخرا اش كي يدير كيسوك الطيارات جاوبتها خديجة وطلقتها بوحد ضحكة خاطر وقلت بكل شيقة في النفس الله صاحبتي هدا كيلعب مع البارثة قلت لي الخرا هي ساير يكور مع ميسي خديجة طلعت خنافرة لفوق وقلبة الهضرة شوفي كي عيط لي واحد الكوميسير معرفة انسى لي ونعيط ليك وما تنسينيش في اللي قلت ليك دابي وصني واخا للا دابا نيت عا قطعي وتهلاي لي في العريس قطعت عليها ولح تليفهم كتعيب فيها هادي خديجة منافقة من الطيراز العالي تحكم عاك في وجهك وتقلز ليك من دهرك فمها ماضي ودراحة قاضي ما هي من العجانات ولا من المصبنات إلا اكتر على الأشخة تعيط على العيالات تقلز حداك تقتلك وبخ بخ 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 والكدوب والطيب ليك مرارتك بشي فوري بشي فوري وغام والطاقسي واخد النمر شوفين ما بغدت تمشي تعيط لي بذوجة من الراجل ما محسوبش على الرجال ديرالي الساكتة والمسكوتة ملجمة هم كفناء حتى ما بقى عليه لاري لشوار عندها منه وليد وبنية الدري دبرت لي في كونترا سيفتاته البرة يطلب رزقه مهنية من خلاقته بش مينكتش عليها عيشته أم البنت هي عروس ميلودة فاتيحة ومن لا يعرفوه دخلت عليها أمها القاتم في القرج ليها في السالون وحاط الماكيش وتطلص لنija وتمسح وتضيب эту تحي الموضة والحجبان قلت لها خادجة وقت الكوي رهل اللي زين زين والخي طل لن يوجد كامل دارت فيها فاتحة وحد نص دورة حتى تدك الشي الي فيالي وقلت لها وتعطي الله همه عقولي لي غير خياته أرقيه قلتي ليها العريس وكيلعف البارسة أمه ناجية قلتي ليه كيلعف الرياض خليتها غادت موتو تفقص صحاباتك شي قلتي ليهم عندو شاركا وشي خدموا قاول وامي واتين عدي الشيطان راه عقد دورت شومور اللي جاي يخطب يك ما جايشي واحد آخره وانا مفخ باريش ضربت خديجة في صدرها حتد زعزع قلت لها يا والله ينعلبوك من اللي عرفتها قلت قولي فيها بوجك زرق شومور من الفق ما بغاتكش ضيحتي على راسك الدل تعزيها بنت الكلاب تعزك فتيحة بدتك الدمه قلت لي ها انو موتو نخلاق منو هو والله را كان قسم فمي بالله حتى نجيب لك شي كرش ومع خديجة عرفها حاشي وقليل ترابي بجبدت من المجمر مسامر وخذت المطرقة كانت تحت الماريو قلت لي ها ده بسمعيني مزيان إيلا بغيتي تزوجي بالزرافة اللي كتبغي ويتمد لها مسامر ونمطرقة قلت لي ها شفتي هادو غا يدخلو مع الباب وقبل ما تجي تسلمي دقيهم فالخشب فتيحة حطاتهم حداها وطرتقت ودنيها قلت لي ها ايه واشنو ثاني قلت لي ها خديجة شي لاخرتي يدخلو نقول ليك غير نغمزك تبعيني وبلما تبيني لا يعيقو فتيحة جدت في امها وبدت كتغبل ده با ماما امو غا تكون وافقات قلت لي ها خديجة غايلة ما بغاتش توافق لعطر ترفع على دهري قلت شمع اللي عندو شريته وشا عناه ليه وطريقتها وما توافقش لصقعت بصمه بتفير في الحيط وقالت لبنتها شوف يا بنت كرشي وحق قبة ايت مغار اللي كينحروا العنق ويشويوا الراس ويتحيروا على الكستة يتتوقف ديك اللي كي يقولوا ليها ميلودا خزانة العرز وضربت الحيط وقالت لي وها انا وها انتي وطلبي تسليم نمشيوا عند امي ميلودا اللي كانت متكية فقصة داري وشد واحد الفيلم تبعه بخليه ولدها يلبسها دي السروال كي يجي يمصخ يلوحه ويلبسها دي البودي وما يعجبه تولى راسوتي يشطح تم خارج من البيت تتلاقى ببالة بالسروال قندريسي وغادي للطوالز عبد القادر ووالحنان فين غادي نبارك بلا ما يجوبه ولا يدور عنده غادي البيت الراحة تمشي معي وليش نو خليه كمل طريقه وخرج عند امه وقامت يكيف بلاسته عبد القادر قل لهم امي شفت كم تاكي والدنيا عندك مهانية نوضي شوفي معي ايش تلبس ميلو وده قريب اللبس هش مولف تلبس وحقه من قدامي ولا نشكر عليك قربتي لكم وحط يد على راسو ورجع البيت وخايف غير يجبد معه الهضرة دير ليب ناقص كيف دخل القاخ او ناعس امتا منين دخلتي للحبس دار راشيد تخنزر في صير البس شراوطك ولا نوض نخلي عليك وجهك مبتازم خليني عليك ناعس الليل كله خدام عبد القادر او ناعكم النار اللي دويتم معه هز شوكته هز السروال الجين بيض وقاميجة بشت شعره واخرج اما مبارك ساعة هو في الطوال تدقات علي ميلودا والراجل توجك تولد مبارك يتعصر ويشغولي ميلودا ها الشي الشي اللي تيقل تحدمه الكروسة دي الهندي الشيطر علي وادير التيق ادرك سرح الطريق انا مشيت نشوف هد الحريرة دي الولدك مبارك اجمع الوقفة وحد الباب وخرجي كيهز في سروال وفي المراح تسني كنتي تخرجي فيه بوحدك غنمشي معاك ميلودا يقدر تيلي قنازة غاباش ما تحط شريتليك معايا وغاقعد را المرة ما زينيش مبارك غلي جب سمي الله اميلودا هديري شبالك دار شيف فيهاش لابسة ودي اخاوي تيشتك لابسة غاش جلبة تعتقدية وديك خاوي قلت لي سيرسل براسك خلاص علي تلحن وتناخد باقي تحت السانيدة فيتاهم اللي هدرت تحت نيفة على زين دخلتنا عندهم خرجهم سيرسل باقي خرجهم سيرسل فيني يوم بارك أما عبد القادر غادي قدامهم تيتعان قروا فرحان تقول غايد رابن قق وش قق وهو قاعد بيوتة تا سيكتور يطلبوا منه الشرع موقف بيهم احتلبة بطار للا خديجة ولا ما يعرفها غير ببخورة يتعرف عليها كيف دق جراتهم ومنقرفاتهم تحسن وتقع شوية هالخفة اللي فيك غاديك فين تفتخل سيادك الشيشات او الخانز عب قادر كيزح في قلبه رافعت شيحة ميفات شيحة مبارك قلي اجمع عف امك وهو مريق انت كان علي نهار غوطي غوطك اللولة انت كي عليك ونصفيها ليك يلا غا جوبوا ميلودا حتى تتحل البيب وخرجت للا خديجة عندهم غا شايفا مبارك ودفع ميلودا القدام وهو قرجع اللور خديجة اه مرحبا مرحبا والف مرحبا دخلوا 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 نهار كبير هادم اللي جيتوا عنا مرحبا والف مرحبا دخلوا 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 مبارك دوا فودا ميلودا انا غرجع ميلودا غش شوفا فيها جوادي كيرقعو ليها ميلودا قرصاصو من بوضا تجمعها وتم الداخل تتقلب بعينيها من هوك لهك وتقول واش طاحت عينيها على شي حاجة باغا غا تلقى وخا عايق عنك يا بوت تفرتك المجمع اما عبد القادر كيخطق الباب وبدأ يقلب على فاتيحة هزي دي خديجة باس هاليا خالتي فين فاتيحة ديالي مباركا غزمي دوا دوا واشوفي بالمخنن ما خليت ختنتو صارت علي ليالي وعمرو بس ليت تصبع يدي الصغير قلصة حدام خديجة ديو تشيب في اللغة اما ليلة العروسة فاتيحة غير دخلو ناسا ومشيت للباب تدق في المصامر وتقرع عليه وتقرأت همها فاتيحة تدق وتقرأ ودقيتك يا قدوري في باب الطار تبقى ديو ما قدامي وعمرو يغبر لي كلها طار جبدة تقرع من صدرها دادتلي علاقاء سباب طوم ترش وتقرأ تكملت أشكانتك تدير سالة شغلها ودادت تجري كي خطة في الشر الكوزينة غال محتهمها وتبعتها خديجة وغفت عليها قدرتيها شغلت لك وشو كل شي هو هاداك الفاتيحة تحيد يا أمي رايس ما هيشي فاتيحة أنا نقول لك شنو تديري خديجة وغفت صيفتها فيها شو في ناسك اللي تموت على ولدهم جايبها جوج القوالة بتاع السكار يصلي وودنه أنا بغيتها يدفعوا في عزاها إن شاء الله هزات القالب وهرسات منه طرف ومدات وليا هذا ديريه في صدرك وخرجي يسلمي عليهم ورجعي أمري البريد ودك السكار هو بش غتحلي ليهم الفم ردت المقراج فوق البوضة هاني رديت لك المقراج ديرت فاتيحة شغلت لي أمها وخرجت عند ممي لودا ومبارك تسلم كيف طلت عليهم حطت مي لودا يديها على راسها مي لودا تدوي غتح تنيفة بسم الله الرحمن الرحيم مبارك مي لودا هبطي يديك تيملك بغت نقضي تودني العاصر رمزل علي الوقت وصلت عندهم فاتيحة وسلمت عليهم غافل يدي وقلست مقابلة معهم فاتيحة مرحبا بخالشي وخا ما ستحمليش فيه الشعرة ولكن ما يهمش دارت شافت فعب القادر عبدو على سلامتك هي خاصني نطلقشي تزغريسة على جمعتي معاك ولله الحمد مبارك ماشي عيبة بنتي زغرتي زغرتي أنا نعونك في الصلاة على النبي ماشي صعب مرفق ميل اللي أميلو دا في جنبه فاتيحة ايوانوض نعم مرة الخالتي كاز ديالاتاي يرد ديال الماء المجاج ونجي ودك الشي اللي كان خرجت فاتيحة فاتيحة الكوزينة لقات ممها مواجدة كل شي قا غيرت عمار كملت فاتيحة على أشكالت لأمها وقدت لهم الشغل وخرجوا بجوجة الصالون حطوا الصينيق دم ميلو دا وقلصوا خادجة بسم الله اختي ميلو دا قلبي البريت ميلو دا قلبة ليفي فمو عندها لا حنينتي عقلبي مشكيت عليك رأسي مقلوب عليقانيت خادجة حطت بيدي على خطة ما هو صواب عندك هذا اختي ميلو دا يك ما جيبك ولدك غير بالزز إلا كان هكا غا خلي بنتي حدايا ميلو دا وقفت ونوضت معا مبارك ما قلتي عيبة أخوتي دوزي بخير ناضع بقادر ويقول لهم وبررب أمي تندبح راسي لم تدي تفاتيحة ديالي مبارك قلص ميلو دا فقص الداري وقال لها أقلصي للارد بغيتين نمشو للحبس ريقت الراس ونمشو فيها غا احنا دار شافي معه وجوجه تيشوفي غا سيفتوكي دايرة قطير وضحها للا خاديجة دارت رجل على أختها وبدأت تقل في قاتيح وشافت في مبارك هي مديو في اللغة أنا ويا كس مبارك مبارك وعلاج أختي همه أنا غا جاي معاهم وننسهم دوا فيه دا ميلو دا أعطي العاهد لما را خلينا نزيدو في حالنا ميلو دا طلقت منه ودارت عنده باش بلا ما نطولو الهادرا والدي بغي بنتك را بينهم شي حاجو دكشي علاش كترت الهادرا ما كينيش راه واضح على الجينة فاتحة وأنا قابلة به وخش ومور هو يجاوبها مبارك في الحين شكو مضربك على يدك ابنتي وانتي غا دا معاقع البيوت الدرب دخلتوا لي عايد بين لك راه شوم يمر خودي وخليه يعيش معاكم هنا ميلو دا ولدي ومرتو غا يعيشوا عندي في الدار وانهار العرس غا يكون هو واخوه عرسين اش قلتي را خديجة را عنديش لا ميد دا طلقتها خديجة بوحد صغريتا وقاتليها مبارك ومسعود ميقت فيها ومدت ليها الكاس ايو اخوه دا اختي ميلو دا ونشركوا الطعام بعدها ميلو دا مدت يدها واخدت من عندها الكاس ايو ونشركوا الطعام دوات سحت سنانها على الله من ندموش خديجة كدو يغير بينها وبين راسا شربي يا ميلو دا شربي وكنت عارفة اش تم بس حر راح اختي ميلو دا كملت الكاس دا ونضت ايو النود النودة نودة الراجل نشده طريقنا مبارك بلات يا ميلو دا نكمل على كاسي ميلو دا اتنود ولا نخويعلك شافت في خديجة من هنا جو السيماناج العرس غايوقف ايوه جمعي معايا راسك خديجة ومالي بنت لك مشتة مبارك طلع فيها وننزل بوب بوب بق وجه ما يجمعك صبح الصباح على ميلو دا غتغوت نهارها ماشي بحلقة عن نهارات صبح التبخر والطرطق في لدونها على ولادها واللي شادة فيه العين تحيد واللي مخطيش كتاب يتفسخ واللي دا كيلي يتفك نهار عرثهم وخاص كل شي دوز بالتاويد كيف كتقول ديما الناس غاشبع ليهم كرشهم يعودوا يشكروا فيك حتى اليوم الما مات داخلة كانت في الثنقة وداخلة مع الباب القات مبارك لابسة غسليب ويدور ميلو دا شدات الباب ومشيت لي والهاتر ولا يحويجو أمالك سهطي مبارك ما تهدريش معايا ما تكلمي معايا فين فقيت الشي بيا قلت لي عطيت العساسي تدفى بيها وزيد ونلبس البيضة جديدة قل لي كيفاش عطيت العساس أصلا إنك تشيك فيك مصاحبة مع شي حد وتتخونيني قلت لي وسي نعج الشيطان والتالي درتها جيتم معايا تحت ربي فين هو هذا الغطخان علي دوس حي تخليني نوجده شخص نلبس مبارك عبلات يا ميلو دا لما شوهتك وقلتها عشية الطيبة اختعت الحمام تدير بكبوق ميلو دا صافي صافي دستي الموليد الحمام دازت دفعته تجم قلش رجلي قلت له نود 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 جمع لفتك راه له أكتر من اللول وبدل سليبك بغيت لك تضر مبارك ما يلابسوش وما نبدلش وما غاديش أنا لهد الأس شي يجوغج وشي ظاهروي تقسم بالصواب الالذير يغرب بوحدك مشا كيخبط في الباب غاب وحده ونخليها ورا حاطها يدي على وجهها وتشحس وتعطي ميلو دا قلت لي كنت تركب فيهم أفرك ركابي الزتراسة السماء يا ربي الشي عايطو تلبس عليه حق الله هزت الساك اللي دخلت معها ومشت دخلت عليه لبيت تلبس قفطانة لقات وقالس عليه كمشو عرات راسو قفرها قبل ما يدوي هزو تحسباتو وقال مبارك قال يا بشي نصرحوا لي كون جي بتجي فين تنصلحوا لي كنت تلقي هنا نصلات وغزلات ومبارك له وبالي لاطا حتى طلع طلع لي الزعاف عتم جاي دير إدو قدامه والأخرى ورا ومخيب أخبار جايب لي الخلعشة دا وطقف قيفة راكبه هو جلاخة وليني ميلو دا كتحدهم لي حل الباب لقاف وجر مجبدة اللي كل عينين بالكحل بلدي ومسوك السنان والقنانف شافت وجهه صفر عرفت موصيبة واقعة ميلو دا أش واقع السقع يوجه الخطياء منهار تزوجتك مش تنهار لمقات مبارك دار يديه ورا ضهره ويتحير برأسه زيديني وعزيديني نستاهل راني منحشمش شداته شنقت علي تدويلا شافتوا ما هزوالو هو جهت خرج عيني تفلن قل قفطان قليش من قفطان قلت ليها مبارك عيطاتها وصلت لدار البيتول وهو دا يراسه اسمك مبارك نعم عا قلت عليها قلت لي تفل قفطان لديتي المسلوح فيها مبارك اضرب يدبختها وقل ليها هالقفطان بصوت مغبن ما قادرش يخرجها عارفش القفطان عميلو دا داري تيد داع لجنابها قلت لي مالو مبارك رجع يبكي ويتحير وينوح قل لي مشاو دارك سيدا وزين الفصالك وزين التوب وزين العقاد دربو طاكسي ما بقى فيه تاخيت صحيح شدت مبارك جراتو من سرولو مشاو جاجو جناو بيت سيستو سوس تلقل تاشكون دارك سيدا فينو قل قفطان مبارك مبارك جبد من جيبه وطر في التوب قد أسق فيه دي من لي جره ها هو بدت تخبط في جنابه وتهلل وتعيط على اللي يغوت معاه وعباد الله الناس محزمة بالرجال وين محزمة بالخلاق نقل لي مبارك لا لا يقلقك نعطيك سيور سروالي باش تكن تحزم تحزمي بيوم قد عاك تشوف تحسات بعضها ما شدوها تلاحظ حدرج لي تنشف راسة وتغوط ووحدة ودنها يقرع عليها في القرآن اش خلاها المثل يقتل الميت ويمشي في جناسته احتل لنا ثالث جزء ثاني موعدونا في جزء الثالث غير ما تنسوش ليدوك الثلاثة اشتراك والإعجاب والبارتاج والتعليق هو الرابع نسيت رام ربع والتعليق مهم عارف لكم ما كيعجبكم شندير جزء مورا جزء مورا جزء ولكن رابزاف علي باش ندير قصة بجزء سواء ولا سميت ورابزاف علي إلا كان بزاف دي إلا كان بزاف داعم وكان بزاف سميت غادي نشوف فضل قضية دي وقا نحط لكم قصة كاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا